سؤال هل الانسان الذي ندر ندر يعني ان يزور الاراضة المقدسة ولم يتمكن من زيارتها بسبب تنفيذ الطاعة الخاصة التنفيذ هو المحقدة سيدكم هل الله سيحاسبه على هذا الناد او حتى الرغم في الزيارة مفروض اللي ينذر حاجة اقل ما ينذر يكون متأكد ان يقدر ينفذ لكن واحد ينذر حاجة وهو مش قادر ينفذ يبقى نقدر غلط ولذلك اذا كان تنفيذ النادر بسلطة اعلى منك يبقى انت مش مسؤولا كذا ولهذا في الكتاب المقدس اذا امرأة نذر تنذر وذوقها سمع وسكد يبقى تتنفس اذا ما وفقش يبقى هي غلطانة في النذر والنذر ما يتنفسه انت اول اخ ده غالبا بعيدت للسؤال ده عشان ان اقولي اللي ينذر نذر لازم نوفيه فيقولي ان النادر تروح القدس في ايرا انت غلطان انك تنذر حاجة انت مش قدها اللي بينور بطارية في مكان السيدات يبطر برضو نفس السحرة السؤال يصل بيقولي الانسان اللي يقول وهو صغير انني ساكون راهب وحينما يكبر اتجه الى طريق الزواج هل هذا يعتبر ندف هل سيحاسبه الله الصغير ده ما يتخدش على العقل يعني لو كان يعي ما يقول معلش لكن ازاي عيد صغير ينذر انه يروح الدير وهو مش قدها كلام عيال وربني مش يحاسه على كلام العيال